هلو هلو حلقة جديدة من ميز شو يوم جديد يوم سعيد يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية النهاردة حلقة لذيذة حلقة للتراند كل فترة على السوشال ميديا بتطلع علينا وصفة بتبقى تراند يعني ايه تراند؟ يعني وصفة بقى فيها لقطة معينة كده سهولة بعمل حاجة لذيذة جدا حاجة سريعة حاجة سبحان الله بتلقى قبول جماهيري عند رواد السوشال ميديا وبالتالي بتبتدي الناس تعمل لها شير وبتبتدي تتجربها وكل فترة عندنا تراند في الأكل كتيرة النهاردة حنجرب تراند من الموجودة الفترة اللي فاتت على السوشال ميديا ونبتدي بأول وحدة التعمية قرص التعمية اللي معمول بالتاصة برغيف عيش ويمكن دي سهولتها إنه التعمية جاهزة ورغيف العيش الشامي العادي مع بعض بطريقة تسوية بسيطة في التاصة بنعمل أحلى ساندويتش تعمية فحنعمل النهاردة تراند التعمية وبجرب التراند دي معاكم ونشوف مش كل التراند بتطلع مزبوطة فيه ناس بيخبوا كده شوية أسرار فبتخلي النتيجة لما تتجرب ما تطلعش هي هي بس النهاردة التراند بتاعتنا حلو قوي هنجرب كمان تراند الكرواصون الكرواصون اللي هو كريسبي الكرواصون عادتاً بيبقى كده مبطت لا الكرواصون ده فلات كده ومقرمش وبتخطص بالشوكولاتة هنعمل النهاردة هنجيب الكرواصون لفروزن المجمد الجاهز موجود بالسوبر ماركت احنا نهاردة جايبينه من السوبر ماركت جاهز للخبز واللي حابب وصفة الكرواصون ممكن يرجع لها يكتب ما يشو كرواصون هتلاقوا الوصفة عاملينها قبل كده فهنعمل النهاردة تراند الكرواصون لكريسبي كمان هنعمل تراند الفلفل المحشي والمقلي يعني فلفل الأخضر الحراء محشي جبن مشكلة ومعموله خلط التنبورة رهيبة ومقلي شكله يجنن وجربناه بصراحة واحدة قبل الحلقة وطعمه يجنن هنعمل كمان تراند الكانولي الكانوليز هي عبارة عن عجينة إيطالية بتتلف على قمع أو تيوب كده من المعدن بتتقلي بالزيت بس فيه نوع من الباستا بتبقى تيوب كده هي دي اللي بتتقلي ونشوف الباستا لما تتقلي هتطلع عاملة ازاي وبتتحشي إما حشوة حدقة إما حشوة مسكرة ونهاردة هنعمل لتنين إذن نهاردة عندنا أربعة تراند هنجربها مع بعض عندنا حلقة تراند هنعمل تراند الكروسون الكريسبي وحنعمل تراند الفلافل بالطاسة وحنعمل تراند الكانوليز حلو وحادق وحنعمل تراند هو عادة نبقى فلفل هالابينيو يعني الفلفل الأخضر المكسيكي حنستخدم الفلفل الأخضر العادي فحنكتب الفلفل المحشي والمقلي إذن النهاردة حلقة ترندي خفيفة ولذيذة حتشوفها في الإعادة على القهرة والنسنين الساعة 3 العصر وكمان كل حلقتنا موجودة على اليوتيوب وكل وصفاتنا موجودة على الفيسبوك حلقة لذيذة كده وسريعة بعد الفاصل مع تراند اللي بقالها فترة على سوشال ميديا وحنجربها مع بعض هلو هلو في حلقة لترنز من ميز شو كل فترة منشوف فيه إيه ترنز على السوشال ميديا يعني إيه الوصفات اللي لقيت رواج لقيت إقبال عمل الناس بتدي تجربها ترجع تعملها هي على صفحتها إلى آخرية وتتحول إلى ترند مش كل ترند بالضرورة هو الترند حلو بس الترند بيلاقي اهتمام الناس أخدنا من الوصفات لترندي الحاجات اللي لقت اهتمامنا ولقينا فيها يعني تستحق أنه نجربها مع بعض ونتشاركها هنبتدي بأول ترند ترند التعمية أو الفلافل مش هنعمل لعجينة الفلافل لأنه إحنا عملناها قبل كده أو عجينة التعمية لأنه الترند برضو زي ما قلت لكم هي بتبقى عبارة عن وصفة سريعة نادرة ما تلاقوا وصفات طويلة يعني ومفصلة تقلب ترند ترند بيبقى سريع بسيط مكونته موجودة في أغلب البيوت أو سهل الحصول عليها فطبعا عجينة التعمية زي ما إحنا جبناها النهاردة شارينها اعتراف من المحلة التعمية تشتروها نية وممكن الناس على فكرة بيشتروها بيحطها بالفريزر ويطلعوها وقت ما هم عايزين الترند ده يعتمد على رغيف العيش وعلى التعمية فبنعمل إيه هنجرب لترند مع بعض بيفتحوا رغيف العيش هنعمل ساندوتش التعمية برغيف العيش والتعمية الجهزة زي فكرة الحووشي شوية هنفتح الرغيف بس نزبطوا من هنا جب سكينة وناخد معلقة وحندهن عليه الخليط التعمية نزبطوا نعملوا دايرة كاملة إذن انتفقنا إنه الترندات حاجات سريعة وبسيطة بناخد عجينة التعمية التعمية والفلافل الفرق طبعا أعتقد بسكندرية بقولوا عليها فلافل بس هي نفس الخلطة بس الفرق بين الفلافل والتعمية الفلافل الشمية والتعمية المصرية إنه هنا في الفول المدشوش بالخلطة الفلافل الشمية بيبقى فيه الحمص فالتنين حلوين والتنين بالنسبة لي ليهم نكهة مميزة ومختلفين فياني دا بحبه ودا بحبه هنحط لها شوية بردو كسبرة نشفة كده نفردها كويس على كل العيش وعندنا طاصة على النار سخنة وحنستخدم زيت زيت نباتي عادي هستخدم زيت لورو اهو فردناها تمام جاهزين نجرب الترند وانا عندي اعتراف انه كل الترندات دي انا مجربتش منها غير الفلفل النهاردة هناخد الزيت زيت لورو هاخد زيت عباد الشمس ونحط طبقة تغطي قاعدة التاسا حرارة عالية جدا فانا حط فيه النار لانه البتجاز بيفضل الكهرباء سخن وابرد سنا الزيت تعالوا هنا قلت لكم هنحط شوية كسبرة نشفة هاخد شوية من الكسبرة بالهون كده واقسرها سنك دي هطعم حلو قوي دي على الطريقة بقى المصرية الكسبرة تبقى مليانة لطعمية المصرية كسبرة نحط كسبرة نشفة وحنحط شوية سمسم ونتغطهم كده عشان يلزقوا على عجلة الطعمية يلا احنا قللنا الحرارة هنا هناخد ركزوا معايا هناخد العيش الطعمية هي الطبقة اللي هتتحط تحت الأول هنحطها تتقلي انا بس بحركها عشان ما تلزقش مش هنحمر الناحية التانية علشان يفضل العيش طري ومش مقرمش عشان نعرف نلفها زي الساندوط اشتعالوا نحضر واحدة تانية ناخد واحدة برضو القطعة فيها كده سليمة سعى تبقى مقطوع من الحتة التانية طبعا هي تعالوا نقول سريعا كده خلطة عجلة الطعمية الفول المدشوش اللي هو المتقشر منقوع ومش لازم بيقى طريق قوي يعني او الحمص ومعاها اللي خضر الكرات والبصل الأخضر والبصل والتوم والكزبرة والبقدونس اللون الأخضر ده جاي من الخضرة كتير والملح وفيه ناس بحطولها كربونات السودا وبس هي دي الطعمية بسيطة جدا مقادرها زي ما قلت لكم ممكن ترجعولها على اليوتيوب مايشو كتبوا عجلت الطعمية وحتطلع لكم طب انا عايزة بس هنا نبص عليها مع بعض اقلبها كده بس انا حساها لزقت سنة من تحت من النص فعايزة رياحها كده انا فتحت بعين التانية مش دي اوكي تعالوا نبص عليها مع بعض اوب تدت تتحمل اهي شايفين شكلها حلوة قوي خلص انا فكتها من هنا نديها كمان سنة تحميرة ارجع الطاصة على الحرارة شوية ونكمل دي شايفين ما اسهلها يوم الجمعة نفسنا بساندوش صعمية سخن ومن غير زيت كتير شوية زيت لورو المدعمين فيتامين الف فيتامين دال نستخدم اي واحد فيهم في التحمير اللي عادي اللي مش غويت سواء عباد الشمس او الكانولا او الدرة رشة السمسم وانا عندي الكزبرة نحمل شوية كزبرة ثانين الكزبرة دي حمصوها شوية قبل ما تستخدموها تطلع كل العطور او الريحة بتاعتها فبقى طعمها رائع يلا هنحط واحدة ونطلع واحدة هنقلب دي ناخدها كده هتو اجيب طبق نقلبها فيها اسهل حاجة نعمل كده ايوا واو بصوا شايفين شكلها ارمشة الطعمية الحلوة اللي تجنن والعيش لسه طري نقدر نلفه هحط شوية زيت تاني ونحط القطعة التانية طبعا هنعمل لها كل الحاجات بتضاف للطعمية للساندويتش من تحينة ومن طماطم ومن مخلل كل الحاجات دي هنعملها علشان تطلع عندنا ساندويتش كده مش نقصو حاجة بس وليل في الدهون هنعمل كده انهي نوع زيت لور ولسه قيلة انه اي نوع من كانولا او عباد الشمس او زيت الدرة ينفعه في الطبخ في الخبز مع ده القليل العميق عندنا هنا واحد فيه زيت عباد الشمس وواحد فيه زيت الكنولا تعالوا نعمل الساندويتش عندنا طماطم وعندنا نعناع وعندنا لازم مخلل اللفت ومخلل الخيار فهنعمل ايه هناخد شوية تحينة تحينة دي محتوط لها سنة هاريسة كده بسيطة اللي مش عايز ما يحطش فهناخد تحينة ممكن تعملوها رول او تعملوها نصين نعملها ايه كنترول رول واحدة كده واحدة كده حاضر هناخد المخلل الخيار ونحط الطماطم كمان ونحط مخلل اللفت انا بحب مخلل الخيار نزوده وحنحط النعناع سر الساندويتش الطعمية الحلو والنعناع جماعة بيفرق قوي قوي في الطعم فهناخد النعناع على ستراش بصوا الوانها اصلا اكيد طالع على الكاميرا حلوة صح انا جوعت عايزين في استكانة شاي حلوة يلا هنلفها رول شايفين اللي عيش لانه ما حمرناهوش ترارارا نجيب ورقة زبدة هنلفها زي المطاعن حدينا بص عالتامي بصها بالشكل ده بصها بيعملوا كده وبيدفش الطرف بتاعها كده وبقى عندنا ببقى ترجعهم هنا ساندوش الطعمية والعيش سخن طبعا بصوا تريند لذيذ صح وسريع هنحطها في طبق اين الطبق حط واحدة هنا نحط شوية تحينة جنبها ممكن نقطعها من نص نشوفها كمان تعالوا نبص على دي بصوا دي تحمرت ازاي دي ممكن نعملها زي الكسدية مثلا على نصين فنحط هنا انتو عارفين ممكن تعمل زي البيتزا يعني ممكن تتساب مفتوحة كده وتتقطع زي البيتزا هتبقى حلوة قوي اذا انطحينا مع الهريسة لو بتحبوها الهريسة يعني تحبو الحراء المخلل اللفت والخيار ونحط ورق انعنا حاسبها هنتنيها كده انا شايتت تانيا الواحدة اوقع ونقصها بالشكل ده جاهزين احلى ترنت ده ولا ايه رائع شكلها هيجنن وزيتها قليلة والزيت اللي مستخدمينه فيه بيتامين الف وبيتامين دال هنحط دول هنا واعتقد جاء وقت الفاصل اوكي هنحط دول كده بالشكل ده نحط شوية تحينة ونزوقها بشوية نعناع ونطلع فاصل ونرجع نجرب ترند جديد يا ترى ايه الترند اللي هنعمله بعد الفاصل هنعرف بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نيجي للترند التاني في حلقة الترند النهاردة الفلفل 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 العادي اخضر موجود في اغلب البيوت ومنحبه هنعمل فيه ابيتايزر رهيب الوصفة لما تشوفوها ترند زي ما تفقناها بتبقى سريعة فحتلقوهم طبعا نبسى جلوفز عشان الفلفل لما نمسكوا بادينا بننسى ومنمسك بعدها مثلا عينينا بتحرقنا جدا فعندكم حال من اتنين يا جلوفز تدهين قديكم زيت بناخد حبيت الفلفل هاتو ناخد واحدة هنا اسبتي ومنفتحها بالسكينة ومنشيل لو انتو عايزينها حراءة قوي هتخلوا العرق اللي جوا خلوني اجيب حاجة اصغر العرق هو اللي بيبقى فيه البزر والعرق هو فيه اللي بيبقى حراء اكتر حاجة فمنشيل بس انا عارف ناس عشاق يعني بالنسبة لهم ده مش حراء بس احنا حنشيله اهو قد ما نقدر ونخليه انا عندي هنا اهو شايفين منخليهم من البزر والعرق قد ما نقدر فدول جاهزين نعمل خلطة الجبنة عندنا هنا جبنة متزرلة شوية جبنة اللي هي الفتة الكريمي اللي بتيجي بعلب كرتون كده اللي موجودة في السوبرماركت عادي ناخد شوية منها بتبقى حدقة حابين اسطنبولي حطوا حابين جبنة كريمي معاهم برضو حطوا اللي انتوا عايزينه نخلطهم بس كده مع بعض ويعني ممكن مع الجبنة تبقوا كرياتب في الخلطة يعني هناخد دلوقتي الفلفل ونحشي اهو نحطهم كده بالطول مش عايزينها مفتوحة قوي عشان لما نحطها بالزيت ما نديش فرصة للجبنة تطلع قوي بالشكل ده وطبعا هنمسحها بعدين ننظفها بالمنديل تاني خلوني اخو شوية متزرلة زيادة متزرلة بتبقى أحلى جواها هي بس الجبن التاني عشان تدينا كده طعم المتزرلة بتبقى بلين يعني طعمها بسيط جدا بس دي الشدة اللي احنا عايزنا فمنحط الجبنة المتزرلة وزي ما قلت لكم دي أصلها بالفلفل الهلابينيو الأصغر والمبطط فيه شوية بتزرع في مصر بس الاكتر هو ده اللي انا شغالة فيه هتوقع جيب منديل من نظفهم ومنعمل ينفع بالفلفل الرومي لو صغانطوت ينفع بس هتحتاجوا كمية كبيرة من الجبنة بالفلفل الرومي اهو نقضف دي انا انهي واحدة اللي حشتها دول مش محشيين خليهم هنا ودول الرادي احنا محضرينهم محشيين تعالوا نعمل الخلطة الفضيعة اللي هتدي كوتنج طبقة برة تجنن ومكملين باستخدام دقيق الدرة انا بقالي فترة باستخدم دقيق الدرة وللعلم هو خالي من الجلوتن فانتو لو عندكم حساسية من الجلوتن استبدلوا دقيق العادي كل الكمية تبقى دقيق درة احنا النهاردة هنخلط كميتين متساويتين من دقيق الدرة نقول خليها نقول مثلا نص كباية دقيق درة ودقيق عادي نص ونص كباية وكباية حسب الكمية اللي انتو عاملينها على النص هنحط برضو نص معلقة صغيرة بيكينج سودا كربونات السودا وحنحط معلقة صغيرة من البابريكا بس ورشة الملح طبعا اذا النص كباية دقيق درة بتاخد نص كباية دقيق عادي وبتاخد نص معلقة بيكينج سودا وبتاخد رشة ملح ومعلقة البابريكا نخلط الخليط ده مع شوية ميا ما منعملوش سائل قوي خلوني اجيب الميا واجيب معلقة الزيت طبعا صخم سوف احط المياه اوريكم الكمية بتبقى دقيق امتى منوقف القوام بيبقى مظبوط عشان يغطي كويس يعمل الطبقة اللي احنا عايزينها فوق الفلفل لا يبقى خفيف قوي ولا تقيل نقلب عايز نقطة كمان بس بس كده وريب كده من خليط البانكيك فقلبه كويس شايفين قوامه اه اذا ده نص كوباية دي اقدرة نص كوباية دي ابيض عادي لو جلوتن فريز تبدلوها كلها بيقدرة وحطينا عليهم نص معلقة كربونات السودا ونص معلقة ملح ومعلقة من البابريكا هناخد الفلفل جنبنا متأكد انه الزيت سخن قوي هناخد جزء من العجينة كده ممتاز شفتوا لما نزل على طول تحمر تعالوا هنا بقى هناخد الفلفل نغطسه بالشكل ده والى الزيت ثاني نعمل كزا واحدة ده بقى المحبين الحراء بقى جنب هوت دوج يوم عاملين هوت دوج اكل مكسيكي حواريكم حالا بيطلع شكله عامل ازاي خطير طبعا الفيديو ده بتصور ازاي فلفل جبنة نوعين الجبنة تحشف تحط في الخليط الخليط تعمل في ثواني على السوشيال ميديا تحط زي ما انا بعمل كده نزل بالزيت دي مش محشية دي محشية اخر واحدة بس انا كفاية الكمية دي نجيب المقصوصة عشان ما يتحرقوش او نجيب الملقط جاهزين بصوا شكلها بصوا لونها وحلوتو بصوا شكلها رائع بصوا ده ابيتايزر روعة هتنطلعهم والجبنة ما ساحتش منه ولا اي حاجة واو لونهم يجنن هتنخطوا دي في الزيت كمان جاهزين نطلعهم قدامنا قدقية وكنترول حل اذا ممكن نحشي ايه تاني بتسألوني يعني ممكن نحشي الفلفل الاحمر برضو ممكن نحشي آآ البتنجان العروس صغير بالجبنة ما اعتقدش الكوسة ممكن لأ لأ بتنرفعها الكوسة الصغيرة خالص بصولونه بجد والقرمشة بتاعت الخليط ده شكين حجنن ده لسا شكين جبنا سايحة ازاي هنفتح واحدة دلوقتي نروح بقى على طبق التقديم انا اينا طبق التقديم عندي هنا نجيبه على البورد بيتحط له صوف ايه اي صوف عايزين تخطوه جنبه هينفع بس تعالوا نقطع واحدة جاهزين بسم الله بصوا بقى بتتبقى عاملة ازاي تعالوا 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 واو خطير انا حدوق حدوق حقطع حتة ودوق انا بحب الحراء هقولكم على سر دلوقتي اكتر ساندويتش بحبه بقى يام مدرسة في السنوية العامة كده كان عبارة عن جبنا حلوم مع فلفل رومي اخضر بيتحطوا بالتوستر خلوا بالكم ناكهة الفلفل الرومي والفلفل حراء الاخضر في ناكهة مشتركة غير انه ده بحرقه ده لأ بتدي مع الجبنة البيضة طعم ملوش حل يعني انا بقوله لكم ده الساندويتش من اسرار الاكل يعني عندي صحابي لما يدوق الخلطة دي يقولي على بساطتها احنا ايه عمنا مخطرة عمنا نحط فلفل رومي شرائح كتير مع الجبنة وبالتوستر خطير ده مديني نفس البروفايل رجعني كده لنكهة بحبها جدا بصو الشكل حلو ازاي واو هنضيع دول برده وقادي تاني ترند عملناه بالفقرة التانية هنحطه جنب ترند هتونجيب ترند الفلافل ده هنا ونجيب الفلافل او الطعمية ونحطها هنا والترندين لحد الوقت عشرة على عشرة نطلع فاصل ونرجع نعمل ايه يا ترى نعمل ايه نعمل ترند الكانوليز ايه رأيكم دي الكانوليز هنعمل فيها اغير المسلقها هنعرف بعض الفاصل عملنا اثنين ترند هندخل بالترند التالت وهو الكانولي الكانولي عبارة عن نوع من انواع الفاستا الكانولي اصلا نوع من انواع الحلويات الايطالية زي ما قلت لكم تبقى تيوب كده معدن بتتلف عليها العجينة بتتقليب الزيت وبتتحشي عملناها برضو بس النهاردة هنعمل ايزي كانوليز هناخد الباستا دي نشريها من السفر ماركت تبقى بعلبة زي علبة اللازانيا كده والزيت يبقى سخن ونقليها الزيت مش سخن قوي هنستنى الزيت يسخن شوية يعني انا هستنى دي بس تبتدي تعمل البابلين كويس وبعدين احط الباقية هنعمل حشوة حدقة وحشوة اهي ابتدت خلص لازم يبقى كده نحطهم كده بالزيت ونقليهم نعمل كزا واحدة عشان هنعمل حلوة وحادقة اذا هنقلي الماكرونة اجيب التونج الملقاط لازم ياخدوا لون دهبي بوسوا بتادي بتاخد لون دهبي فمثلا لو منصور التريند ده هنقوم عاملين كده اللي هو تيجو نعمل حاجة بالكانوليز تاك ع الزيت اتنين الحشوات نحشي نزوق اقل من عشرين ثانية واعتقد ده من شروط نجاح او يبقى الفيديو فيرل انه تبقى المونتاج سريع والوصفة سهلة نقليها كويس عشان طبعا تستوي ما تبقاش ما ارمشها بزيادة يعني نشفة لسه لانه طبعا هي الباستة عبارة ايه هي تستوي دقيق وبيض غالبا يعني اغلب انواع الباستة بقى فيها بيض فهي عادي انه نقليها ونحولها ل الكانولي الدزيت مصدوا بقى شكلها عامل ازاي خطيرة نطلعهم عشان لما نحشيهم يبقوا بردو فيه اسهل من كده ما فيش انا عامل حشوة وبين كريم بالفراولة دي السويت ممكن تحشو لتشوكلت ممكن تحشو كاسترد اي حشوة كريمة الفستو الكريمة البسكوت اللي انتوا عايزين نتعني نعمل حشوة الحدقة للحشوة الحدقة ممكن نخلط انا عندي هنا هاند بلندر ممكن نعمل خلطة لذيذة من الطماطم المجففة ساندري التوميتوز اي خلطة جبنة وزاتون فلفل رومي اي خلطة حدقة السنهاردة بديكم اجزامبل كده الوصفة في الكانولي نفسه هحط طماطم المجففة نحطها هنا في البلندر ونحط لها شوية جبنة كريمي ثواني عندنا جبنة كريمي وعندنا جبنة فتة كريمي برضو يعني الجبنة المعملها تشيز كيك وجبنة تانية بيوزنوا بعض ننظف اذا حطينا هنا جبنة كريمي نعمل جبنة الحدقة لا دي الحدقة ودي الكريمي نخلطهم ونحطهم بقمع برضو عشان اسهل حاجة عشان ندخلها بالتيوب ونحطها بكيس الحلواني معلقة تانية وحنضربهم بالهاند بلندر السندرى التوميتو وتدينا معجون حلو كده هناخد بالوقتي الهاند بلندر الهدف بس هنا اني اضرب السندرى التوميتو كويس ومتعلقش في كيس الحلواني ممكن نحط لها نقطة ميا او لبن عشان بس تبقى قوامها ثلاث اكتر هنحط شوية ميا لو احتاجنا هنزور طبعا لون السوف هيبقى او الحشوة هيبقى احمر من الطماطم من الضفط هزود شوية لانه احنا هنحشي اربعة مثلا هزود كل كمية هنزور هنزور بلندر كفاية كده ممكن نحط ايه زتون ممكن نحط جبنة سطنبول انا ممكن ازود معه مع فكرة جبنة مبشورة عندي جبنة برمجان تبقى حلوة جبنة بالنعناع اي حشوات عفكرة سنبوسك حتى اللي منعملها في رمضان كلف الاخضر رافو بعطين اختراحات خلص كفاية كده مش عايز دوب حتى الجبنة المبشورة اللي حطناها ناخد كيس الحلواني احط قدامنا ناخد الخليط ده عليه هناخد الباقي فكرة سان دراي التوميتو الطماطم مجففة طعمها معسل يعني بيبقى فيها نكهة سويت هي الطماطم اصلا انتعارفين انها كانت فكهة مصنفة الاول قبل ما تبقى خضار كانت تصنفها باقي ال كنبات انها فكهة بعدين تحولت لخضرة لانه فيها نسبة السكر على فكرة عالية يب هناخد المقص اهو نبتدي نحشي الحادق بعدين نحشي الحادق يكون بردت برضو الكنوليز اخضر اذا ناخد الخليط ده طبعا انتم لما نصور وصفات بتشوفوش ال behind the scenes احنا نوريكم الحاجة انها سريعة جدا انا حريصة طبعا اني ماوريش انه الحاجة سوبر سهلة وهي فعلا بتبقى صعبة بس برضو الادت الادتينج اللي هو المونتاج بيأثر الخطوات ناخد الامع منحطه كده بصوك تشوفوا من هنا شوف معاكم نحشي من هنا ونحشي من هنا لحد ما تتملي نعمل التانية نحشي من نص من هنا ومن هنا الاطراف بقى يتحط عليها ايه سمسم زتون مهروس حبة البركة عندي زعتر زعتر حيليق قوي معها فنحط دول هنا حلوين قوي كأبيتايزر في العزومات يعني من الحاجات السهلة الحاجات السهلة نحضرها بسرعة الحشوات تبقى جاهزة ونعمل والحشوات لا حد يعني ولا حصر للكمية من الحشوات اللي ممكن نعملها تعالوا ناخد الطبق عندي الطبق هنا تقديم لذيذ ده للحادق بعدين نعمل ممكن نحط ايه عندي هنا زعتر نحط على الأطراف بسو زعتر الأخضر ادي option ممكن نحط عندنا أنا كنت حتى سمسم هنا ممكن نحط سمسم ممكن نحط حبة البركة بتليق قوي هتنوزعهم والله piece of art بسو قد ايه بسيطة ممكن نحط خلطة من السمسم وحبة البركة حطوهم هنا نخلط هتنوزع كده التقديم and voila بسو قد ايه بسيط شايفين بسيط جدا نترند التالت فضلنا نعمل منه الحلو ده الحادق وحنعمل دلوقتي منه الحلو الحلو اي حشوة انتو حبنها سهل جدا عندي هنا انا كريم شانتي حشيا عملاب الفراولة نكهة الفراولة جاهز وعندي فراولة متقطعة اه شوية فراولة متقطعة هاخد الكانوليس بس يا ريت تبقى هي لسا ما بردتش قوي ماشي حالها تبقاش سخنة عشان ما يسحش متقمة انا مع والله صدفة يا كنترول يعني الشياكة مش عارفة نروح منها فين بس يعني النهار ده بالصدفة لبست بعدين قلت ايه ده انا والكريم شانتي زي بعض بطلع ترند ولا ايه بص بس قد ايه لذيذة تحشوها شوكالاتة تحشوها زي ما قلت لكم كريمة الفصدق كريمة اللوتس بس الفراولة هتبقى معها حلوة وحلوش عليها سكر بودرة دلوقتي هنحط لها سكر بودرة بقى شكلها حلو قوي زي الميل فيه هيتلع طعمها سنة زي الميل فيه على فكرة بوجود لو حشتوها كاسترد كمان وحطيته فراولة وسكر بودرة هتطلع كانوليز ميل فيه بس كده فضلنا ترند واحد فقط وترند لذيذ جدا خلونا بس نروأ هنا علشان نروش عليها السكر البودرة نحط ده فين ده هنا ونروأ البورد وكده تالت ترند نجح اذا الترند اللي عملناها النهاردة تستحق انها كانت تبقى ترند فعلا الوصفات دي سكر البودرة يلا نروش سكر البودرة ونطلع فاصل ونرجع اكون حضرت لكم الكروسون الكريسبي سؤدي شكلها لذيذ يومي استنونا بعد الفاصل ودعو باكرا موسيقى 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 وصلنا لرابع ترند رابع ترند هو ترند الكريسبي كروسون بصوا الكروسون شكله ازاي احنا هنعمله كده بصوا الكروسون هيتحول للشكل ده ازاي هنعرف حالا مع بعض ازاي قدرنا نعمله مقرمش كده بس تعالوا نغطسه الاول بالشوكولاتة هو بيطلع ده الترند اكتر ترند يعني دلوقتي شغال هو والفلافل منطلق من سيح الشوكولاتة بسيحها بمايكرويف كل دقيقتين بقلبها شوية شوكولاتة طبعا ممكن تبقى دارك تشوكولات خلوني اجيب بس معلقة ممكن تبقى ملك تشوكولات دي ملك تشوكولات ممكن تبقى ويت تشوكولات زي ما بتحبه بنغطس نصها بالشوكولاتة بكل بساطة كده نحطها هنا شبكة نحطها عليها نعمل دي كمان ممكن نعمل واحدة بكريمة الفسدق تعالوا ممكن نحط عليها نحط شوكولاتة وكريمة الفسدق ولا الكريمة بس ممكن نعملها بالكريمة بس هتقى جيب معلقة نعملها من ناحية واحدة مثلا ونفردها عليها الشكل ده شكلهم سو كيوت السراح كريمة الفسدق تبقى طعمها يجنن طيب ممكن وهي لسه شوكولاتة طرية نقوم حطين عليها تعال نحط على كريمة الفسدق دي فسدق هنا برضه ممكن شوكولات واحدة بينهم مثلا تاخد فسدق اي طوپنج حلو انتو حابينه لالشوكولات لوز دافول سوداني ممكن واحدة نحط عليها ملح بحري خشن اللي هي الشوكولات رشة ملح مثلا ممكن نحط عليها تعالوا ناخد فراولة نقطع عليها كده شرايح فراولة نعمل خلطة ممكن نحط لها فسدق كمان اذا التوپنج اللي انتو حابينه الترند نفسها هي ازاي نعمل الكروسون كده هتنحط لها شوية فسدق كده بسيطة هتلزق عليها طيب ده تعمل ازاي تعالوا نشوف مع بعض زي ما اتفقنا اللي عايز وصفة الكروسون يرجع على اليوتيوب بيكتب مي شوكروسون احنا دلوقتي يشتري هناكروسون بيتباع جاهز في السوبرماركت بيبقى فروزن وفيه انواع طلعة جديد كله مجمد بس فيه منها حتى الميني الصغير علشان نبططها بالشكل ده سنيتين فرن قد بعض فينا السنيات التانية عندنا هنا ورقة الزبدة جاهزة سنيتين فرن قد بعض ورقة الزبدة مليانة هي اصلاً اللي عاجينا زبدة هناخد الكروسون هتناخد اتنين حطوهم نبعد شوية عن بعض عشان لما نبططها ورقة الزبدة تانية فوقها وحيتخفزوا بورقة الزبدة هنحط ورقة الزبدة التانية فوقهم وناخد الثانية التانية اللي قدها بالزبط ونضغط طب هل الضغط ده كافي لأ احنا هنحط تقل واحلى تقل عندي في المطبخ وهي بتتخبز اللي هي طاست حديد الزهر حل كاست ايرن طاست حديد زهر كده ونضغط بيها ونبططها وحندخل طاست حديد الزهر معاهم الكرن تعالوا نشوف بقى شكلها عامل ازاي دلوقتي بصوا طيب اللي هيساعدني اكتر اشيل دلوقتي التقل ده واحط طاست حديد الزهر مباشرة يعني جربنا الطريقتين لقينا دي اسهل شايفين اتفردت ازاي الشكل ده وعلى فرن درجة حرارة ومية وتمانين للمتين خلوني بس افرق ما بينهم اتنين كده لا خلص مهمنا بيطلعوا اصلا هيتفصلوا عن بعض ممكن بيدنا كده برضو نرفعها انا هستخدم دي كده وبتقل جسمي كده اضغط وادخلهم دلوقتي الفرن الفرن جاهز شغال على متين ومع مروح هندخلهم الفرن خدوا بالزبط من تلاتاشر لخمستاشر دقيقة ولازم التقل يفضل عليهم لانه كده كده الكروسون فيه بين العجينة طبقات الزبدال اللي هي خلال الخبز بتخليها مورقة فلو ما فيش التقل ده هترجعتون فوق تاني فخمستاشر دقيقة وحتبقى جاهزة ويبقى ترند الكروسون بصوحة لووتو بصوش شكلهم طلعين بجد شكلهم كأنهم بيكري مخبز كده لزيز هنحطهم طبعا لما يبردوا هيمسك الشرقلات عليهم تماما هنحط دول هنا هتنوزعهم بشكل لزيز استنوا نرجع بدي شوية وراء ولسه ما مسكوش وحبيت أعملهم معاكم صراحة بس هما لو سبتوهم في التلاجة شوية هيمسكوا هنحط دي تحت كده هنا لو سبتوهم في التلاجة شوية هيمسكوا وده من ألازل ترنز اللي موجودة دلوقتي الكواسون حيبقى كريسبي وهاش وكده نبقى عملنا أربع ترنز والأربعة لوزاز بوساط ونجحين وعملوا حيورينا حالا المخرج منيو لترنز بتاعنا النهارده عملنا ساندوش الفلافل السريع بالطاسة وعملنا الفلفل المقلي محشي بالجبنة المزرلة والجبنة الفتة وممكن تحشوا جبن تانية عندنا الكنولي الحادق والحلو وعندنا ترند لكريسبي كروة سوند كل الوصفات دي حتشوفوا صورها على صفحتنا على الفيسبوك مايشو تيفي مع المقادير وكمان حتلاقوا بالصفحة تحت البوست كومنت في لينك الحلقة الحلقة دي وكل حلقاتنا موجودين على اليوتيوب صفحة القاهرة والناس وأي حاجة تخطر على بالكم تكتبوا على اليوتيوب على البحث عموما مايشو وكتبوا اسم الوصفة وتحدي ففيش حاجة تقريبا ما عملنهاش ولو حابين شوفوا حلقات ترند التانية اكتبوا مايشو ترند حتلاقوا كل حلقات اللي جربنا فيها وصفات لترندي معانا حلقات كتيرة هتبقى ترند لو انتوا شايفين فيه ترند تستاهل اللي نجربها بعتولنا على الانبوكس على مايشو تيفي بعتولي انا على السوشال ميديا الفيسبوك ماي عقوبي الانستجرام بده اكتبوا بالعربي ماي عقوبي او شف ماي عقوبي بالانجليزي وبعتولي حاجات تحبوا تشوفوها معانا في البرنامج احلى لترند اللي موجودة شفناها مع بعض نستنياكم في حلقات جديدة حلوة وصفاتي جنل باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة